اشتركوا في القناة نبدأ وباسمه نتوكل ومنذ لحظات اعلنت اللجنة هنا في هذا انطلاقنا شوطنا الخامس عشر ما شاء الله مع البكار مع البكار البكار النواميس ما شاء الله وابكار التهاني نتمنى ان شاء الله التوفيق والنموس يا لخوة المشاركين والحاضرين في هذا اليوم الجميل اليوم المميز بسير الى صدارة الشوط مع قرموشة علي بن عبد الله بن علي بن واسا نقل على هملولة لراشد بن سعيد بن عمر الشام على ثاني المراكز ولا هناك البارع لخلق بمضرب العلوان وفي مركز الثالث اللي في المركز الثالث الفائزة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس واللي غيرت رابع المراكز السارية لمحمد بن محمود بن حمد بن مارين وفي المركز الخامس هناك شهيني سعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الاجتبي ما شاء الله وسادس المراكز هملولة راشد بن سعيد بن عمر الشامسي والنقلة على المركز السابع اللي في المركز السابع شهيني لمطار بن سعيد بن حل وهو في المركز الثامن اللي في ثامن المراكز هنا القوارة حمد بن مطوع بن شمال اش الظاهري وفي المركز التاسع حظ مسري بن سيب بن ناية عبو نواس وعاشر المراكز شاهدين مصبح بالراشد بن محمد المتفيج الاكتبي هكذا كانت النتيجة للمراكز حاضرة لهذا العرض الجميل هكذا كان الوصف الجميل والمفصل ونحن دائما على انتقال هناك مع المركز الاول اللي في المركز الاول ما شاء الله شعار بن واس شعار بن واس اللي يتعلق هنا مع قرموشه علي بن عبدالله بن علي وبن واس الفايزة على ثاني المراكز خليفة بن عبيد بن خنيفة الحميري والبارع ايضا تاتي ثالثا خرب بن مضر بالعلوان ورابع المراكز المركز الرابع الساري لمحمد بن حمود بن حمد بن ميرين أو لمحمد بن حمود بن محمد بن حمد بن ميرين هو على رابع المراكز وفي المركز الخامس وصلت حظ يا سلام حظي جميل وحظي يسعد دائما مع حظ مسر بن سيب بن نايع ابو نواز هكذا هي النتيجة هكذا كانت النتيجة حاضرة في هذا الانطلاق الجميل هذا الانطلاق المميز ولكنها الفائزة اللي غيرت غيرت الفائزة هناك خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري مع الفائزة ماشاء الله ثاني المراكز من تأتي في هذه اللحظات قرموشة علي بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن نواز والسارية على ثالث المراكز لمحمد بن حمود بن محمد بن ميرين وربع المراكز هناك البارخ المطر من العلوان حق خامس هالي مسر بن سيب بن نواز هكذا كانت النتيجة ماشاء الله الفائزة ماشاء الله الفائزة بدأت هناك تنفرد وتسيطر على صدارة الشهود خليفة بن عبد بن خليفة الحميري اللي يسيطر هناك مع مجريات الأمور ومع الناموس ماشاء الله تبارك الرحمن يابو راشد على هذا الأداء الجميل وهذا الأداء المميز هل اللي تقدمه هل اللي تقدمه هناك الفائزة على صدارة الشهود وعلى النموس الجميل والمميز ما شاء الله تبارك الرحمن أداء الفائزة أداء جميل أداء الفائزة أداء مميز وملحوظ ماشاء الله بقول سلام يا الخواني سلام وأسعد الله صباحكم صباح الورد هنا مع الفائزة تحانينا والناموس لمالك الفائزة خليفة بن عبد بن خليفة الحميري على هذا الأداء الجميل والمميز تحانينا يا ابو راشد مركز ثاني أنا أبقى لعلي بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن واس المركز الثالث السيد محمد الحمود محمد بن ميرين مركز الرابع لحارب بمفتاح بن حمد النيادي وفي مركز الخامس لمطر سعيد بن حلوة أربع دقائق التوقيت وخمس ودراثين ثاني وواح سبعين جزء ثاني تحانينا والناموس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة